صوته لا تخطئه أذن وكلماته تربت عليها أجيال من الأعلاميين والمبدعين وأسلوبه الفريد اهتدت به نخب من المفكرين والمحاورين إنه الإعلامي المصري القدير مفيد فوزي الذي أطقن مهارات العمل الإعلامي بمختلف أنواعه وفي عصور مختلفة إذ يدرك أسرار القوة في الكلمة المكتوبة وأساليب الجذب في الجملة المسموعة وعناصر الحضور في الحوار التلفزيوني وها هو اليوم في عصر المنصات الإلكترونية يرصد عن قرب المتغيرات التي ترأت على الإعلام وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة نرصد معه في هذا الحوار ما كان وماذا صار ضيفي المحاور الأستاذ مفيد فوزي أهلا بك أهلا بك سازة نسمة في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك على تلبيت الدعوة وأنت تتماثل الآن للشفاء بعد وعكة صحية ألمت بك فشكرا لقبول دعوتنا نلعف أو أعتقد أنها لفتة جميلة وأنيقة لاهتمام باليوم العالمي للإذاعة أشكرك ذلك أني أنا ابن الإذاعة أنا ابن الإذاعة المصرية يا أستاذة نسمة نعم يعني الإذاعة المصرية لما كنت بطلع أتكلم وأقول بعض الأخبار حيث كنت طالبا في مدرسة سنوية في بن سويف الناظر قال لي ملاحظة قال لي صوتك في نبر الدفء طبعا أنا في العمر ده لا أفهم يعني إيه نبر الدفء لكن اكتشفت فيما بعد أن نبرة صوتي نبرة حميمة تصادق المستمع الدول الأعضاء في اليونسكو عام 2011 يا أستاذ مفيد أعلنت أن يوم 13 فباير ده اليوم العالمي للإذاعة أو يوما عالميا للإذاعة ماذا تغير بعد 11 عام في ظل سطوة المنصات الإلكترونية حاليا هتستغربي لو أقولك لا تزال الإذاعة هي الأداة الوحيدة الواقفة في تحدي غير طبيعي أمام إبهار الشاشات هتستغربي لما أقولك الإذاعة لا تزال الصوت الباقي في عصر الإلكترونيات تماما مثل الصحف اليومية هل تتخيلي أو ساذا نسمع أنه في اليابان حيث بلغت التكنولوجيا أرفع مراتبها جريدة أسائي توزع 100 مليون نسخة إيه معنى هذا؟ أن الراديو باقي تماما مثل ما تبقى الصحف اليومية لن يستطيع أحد أن يزعزع الصحف اليومية والراديو أيضا لا أحد في الدنيا يملك أن يزعزعه نعم أستاذ مفيد اسمح لي قطع حضرتك الإذاعة في الماضي كانت زي الجامعة بالظبط كانت بتقدم العلوم والفنون والأدب يمكن الجامعة الطالب بيروحها بنفسه لكن الإذاعة كانت بتدخل لكل بيت هل لازالت الإذاعة تقدم نفس ما كانت تقدمه في الماضي؟ هل تسقف المجتمع؟ ولا المزاج العام اختلف؟ سؤالك مهم جدا أولا أن المزاج العام اختلف ما فيش شك في هذا لكن أحب أقولك أن الإذاعة في يوم من الأيام كان في برنامج شهير كان يقولك هات ورقة وألم وامراية وخلوا بالكم ويايا عارفتنا أيه؟ ده محاولة الحرب للأمية الإذاعة احنا ارتبطنا بيها ليه؟ لأنها أداة البر والبحر والجو الإذاعة ليه باقية؟ وللراديو لا يزال زي ما أنت شايفة أنه أنا على مكتبي في راديو لأنه الراديو هو الذي يذيع آخر الأخبار وأهم الأخبار برغم الصورة لا يزال الراديو له هذا البريق خد يبالك أن احنا في يوم من الأيام كنا نلهس وراء صوت جلال معوض لأنه يقدم أمم قلسوم وكنا نلهس وراء أحمد سعيد يا أستاذ مفيد زي ما حضرتك بتقول كنا هل لازلنا الآن نلهس وراء الإذاعة لنعرف الأخبار ونتابع أصوات بعينها؟ هل حضرتك تقدر حتى تقولي أصوات محددة أنت بتنتظرها على الراديو؟ الآن لا الآن لا قوله واحدا ولكن نعم نعم وأخطر شيء أنه نجوة إبراهيم التي كانت تقطع في التلفزيون المصري هتستغربي لما تعرفي أنها بتقدم برنامج في الإذاعة نعم ولكن أيضا برنامج الإذاعة الذي تقدمه نجوة إبراهيم مزاع على التلفزيون يعني لا تزال الشاشة يطاردنا إبهارها لكن أنا بقول أنه الرديو صديق المستمع ماذا تغير في عوامل جذب المستمع يا أستاذ مفيد يعني؟ إيه اللي غيره؟ أو إيه الحاجة اللي بيجري أو يلهث وراءها؟ هل المعلومة الخفيفة؟ أعتقد كده الزمن ده الزمن ده خلى المعلومة الخفيفة أساس أنا مثلا طلبت في يوم من الأيام وأنا عضو في لجنة الثقافة التابعة عضو لجنة الإعلام التابعة لوزارة الثقافة طلبت أنه الأغنية التي تزاع يضاف إليها معلومة ليه؟ لأنه يا أستاذ نسمى المعلومة تكفي فقط ذكرها الرقم يكفي فقط ذكره ولذلك تصبح الإزاعة مشبعة هل أفهم من كلام حضرتك أنك ترى أن وسائل الإعلام التقليدية ومنها طبعا على رأسها الإزاعة ما زالت مستمرة أو لها مستقبل؟ أنا أنا بقولك أن الإزاعة لها سطوة طيب من ينسى سمارة من جيلي من ينسى سمارة من ينسى ألف ليلة وليلة إن المسلسل الإزاعي بدأ قبل أن تبدأ الدراما أنا أتحدث الآن إلى حد كبير عن جيلي وأطل على الجيل الجديد أنا الآن أسكن في هذا العمر أسكن في لوج أرى فيه الحياة من المؤكد أن الجيل الجديد لا يعرف شيء اسم الراديو إلا إذا ركب سيرته فقط طيب أستاذ مفيد من هو مزيع المستقبل ومتلقي المستقبل؟ إيه هي خصائصه؟ إيه الرسالة المنتظرة منه؟ نعم أن يكون مسلحا بخفة الدم والكاريزمة وده شيء من عند الله أن يكون مسلحا بالمعلومة والمعلومة مهمة لبناء الشخصية ومهمة أيضا للإعاطة شوفي الإبحار بالإذاعة في حياتنا معناه أنك أنت بتكوني شخصية حتى للأمي على فكرة نحن لا نشكو من الأمية التي هي ألف باء ولكن نشكو من أمية بعض المثقفين وبقولها لك علانية بعض المثقفين يعانون أمية في المعلومات المعلومات مهمة جدا وهناك إذاعات في العالم على سبيل المثال الإذاعة الفرنسية تقدم شريط معلومات طويل يستغرق نصف ساعة كل معلومة تأخذ 3-4 ثواني إيه معنى ده؟ معنى ده إنه ينبغي إعاطة الإنسان الفرنسي بكل ما يدور في الدنيا في لحظة واحدة كيف تتخلق مقولة الجمهور عايز كده؟ ما بتنجحش معايا قوي ليه؟ لأن المسألة عندي هي مسألة الزوء إن الأزواق أحيانا قد تعب أصواتا غليزة وكلماتا أكثر غلزة ومع ذلك نقول الجمهور عاوز كده إن دور الدولة لابد أن يكون مرتبطا بترقية الزوء على فكرة أجريت مع طه حسين حوارات وقال لي أول مرة ما اسمك يا فتى؟ قلت مفيد قال نعم لعلك تفيد فنستفيد ونستفيد وتفيد نفسك والآخرين نعم ما زلت عافظها ما زلت عافظ الجملة الألالي معنى كده إن الراديو الراديو ده أنا على يساري راديو واضح واضح يوضن محبين وفي المسأح هنا يخلو الجو لي أستمع إلى الراديو عدد كبير من وسائل الإعلام أستاذ مفيد يسيرون خلف الترند كيف أثر الترند على الإعلام وخصوصا في مصر الترند هو الكارثة الأخلاقية الحاضرة الآن أنا تلقيت خطاب معنوا على بيتي من أب عنده فتاة ابنة في الثالثة عشر بتقول إنها فتحت الموبايل فلقيت اللي واخد الترند تلت بنات مليحات الوجه والجسم يجلسنا معاً ويتضاحكنا بخفة وبدلع وإهدهن تسأل الأخرى هل أعددت نفسك لليلة الزفاف ويتضاحك الثانين فقالت البنت الصغيرة لإهدى صديقتها يعني إيه تجاهز نفسها لليلة الزفاف وهنا تبدأ الأسئلة الأسئلة الحائرة لدينا وأحب أن أعطي هنا نموذجاً مهماً أن الإذاعة والتلفزيون حين يتصدى للتربية ينبغي أن تكون كل الأمور حتى الجنس حتى الجنس واضحة أمامه فلا يحدث خلق ولكن هناك شغب في الترند هناك معايير غير إنسانية في الترند إن محمد صلاح نجم النجوم هو الترند في حيات الكرة المصرية إن مجد يعقوب نجم النجوم هو الترند في حيات طب الأطفال إن أحمد زويري كان الترند في حياتنا العلمية رغم أننا لم نستفد به كثيراً نعم أستاذ مفيض اسمح لي بقى أخذ تعليقات واحدة من حضرتك نظراً لأن وقتي للأسف بينتهي فبدل أريد منك تعليقاً واحداً كما عودتنا دائماً فبدل في كلمة الإذاعة المصرية الإذاعة المصرية هرم كبير له دور وسنزل نرموا له البرامج الإذاعية بعافية مزيعوا التوكشو غلبان الإعلام الرياضي الإعلام الرياضي مهم جداً يعني يعني اشتغال نجوم الكرة السابقين كمزيعين في الإذاعة أو في التلفزيون ناجعون أنت عارف أخطر شيء لازم أقولك عليه اللي لدي إيه لابد أن نبحث دائماً عن المؤثر في الناس الذي يملك سلطان التأثير شوف أنا شوف التعبير قد إيه الذي يملك سلطان التأثير يعني وهل هناك الآن من يملك سلطان التأثير قلة وعلى اللم وعلى اللم على اللم شدة إدارة ملف الإعلام في مصر يعتدل تطوير منصب وزير الإعلام بعد استقالة الوزير السابق أسامة هيكل ينبغي أن يعود الدراما المصرية في أوج عياتها رغم تراجع الكتاب هتسمح لي بسؤال وأنت معروف بالمواجهة فضلي متى تتخذ قرار باعتزال العمل الإعلامي نهائيا؟ لن أعتزل العمل الإعلامي إلا إذا كفت أنفاسي أشكرك المحاور مفيد فوزي شكرا جزيلا للانضمام على شاشة بي بي سي شكرا جزيلا شكرا جزيلا علاي Auto